نبي واحد اللي ما شارك ربي نبدي عندك شاركة؟ بس لها بعد ذلك يا عطناها رح بس اختصروا بس همشي تكفون يار حاجة يعني دائم الدعاء ولب العبادة وكثير يجهل لو يدخل في موضوع الدعاء ويقرأ باب كبير هذه القصة حدثت في أبها واقعية ولها فترة تقريبا فيه إنسان يعني بعضا أنهم متهاون في الدعاء أو مقل في الدعاء أو فيه خفف في طاعة الله سبحانه دخل دخل في باب من الظلام وجده هموم وجده غموم وجده وكره الدنيا كلها وصار إنسان مهموم يعني ما عده مع الناس واختلف على الناس وتغير أصلا جاء يوم الفجر في أبها عند مسجد هو يحبه والله سبحان الله لا حب عبد أرسل من يغيره فدخل المسجد هذا ويحبه تسنن وجلس يوم جلس وجاء وقت لقامة في أبها والقارة هذا أبعد مشهور ومعروف في من إحدى مساجد أبها والإنسان هذا كان مهمو وصلا جاء بس بيأدي وما كان يعني مظلم والناس ما والإنسان سبحان الله إذا أبعد ودخل منه في ظلم عليه فالله راد لها النور سبحان الله كيف الله يرسل من أن يورك الله إذا أحب عبد سخل له عباده يوم أقام الصلاة وبدأ الإمام وصل ركزوا في النقطة هذه قرأ آية تردد دائم وتقلها مرسولة للشخص هذا سبحان الله يا عبادي الذين أسرخ ولا تقطوا من رحمة الله فيها الاستغفار وفيها يقول من يوم بدأ يقرأ سبحان الله من يوم بدأ يقرأ وأنا تقول شيء نكشف عني سبحان الله يعني يقول خلص التسليمات وأنا ودي ما خلص يقول وش سبب نرجع لموضوع الداء وش السبب اللي خلاني أتغير يقول الإمام أبحر فيني بعض الإمه ما شاء الله متقل للتجويد عنده حسن صوت تبحر معه تدخل في القرآن في روحانية ما ودك أنه يسكت السلام من جمال الصوت تبارك الله والإتقان يقول وش الهدف من قسطي هذا يقول شاية أنتوا تجهلونه الدعاء لب العبادة يقول كنت أروح المسجد وأدعي أدعي عامية بين الصلاة وبين اللقامة رب يغفل لي رب يرحم لي أمور بالرزق والهداية يقول سبحان الله يعني من عقب قمت أدعي لدعية هذه وجهتني أم المسجد وتغيرت حياتي 180 درجة في الدعاء والدعاء الثاني نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة قومه وابنه ولا أسلموا فرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء قال ربي أني أغلوبه فانتصر ففتحنا السماعة بمعه منهمر فالدعاء يعني الدعاء هو لب العبادة يا السلام بل قيل أنه مخ العبادة هي مخ العبادة يا السلام طيب عند المشعر يظن أسلم ترجمة نانسي قنقر